لا تزال الدول العربية تتخذ مزيداً من الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس. ففي مصر، أعلن رئيس الوزراء تمديد العمل بحظر التجول الليلي 15 يوماً حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، مع تخفيف ساعة من عدد ساعات الحظر بحيث يبدأ من الثامنة مساءاً، كما مددت الحكومة تعليق الرحلات الجوية أسبوعين آخرين. نفس تطبيق نفس كل الإجراءات اللي سبق اتخذها لمدة أسبوعين آخرين حتى يوم الخميس 23 إبريل. ومعناها يبقى احنا بنستمر في إجراء فرض حظر الحركة للمؤكفة المواطنين على كافة الطرق. وفي سلطنة عمان أعلنت السلطات حظر الانتقالات من وإلى العاصمة مسقط ابتداء من العشر من الشهر الجاري وحتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه. وفي المغرب أعلنت وزارة المالية أنه سيجري سحب خط سيولة بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة الانكماش الاقتصادي المتوقع بسبب تداعيات فيروس كورونا. وفي السعودية علقت السلطات أحكاماً نهائية وأوامر قضائية بشأن حقوق زيارة أطفال الأبوين المنفصلين في أحدث إجراء تتخذه المملكة للحيللة دون تزايد أعداد الإصابات الجديدة. واستحظر تجول على مدار الساعة شمل كل أنحاء البلاد تقريباً.